لكرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفن الاسباني اخوان كارلوس باستور بيستعد للسفر الى الدنمارك لمشاركة في بطولة الدوري الذهب وده ضمن الاستعدادات لمشاركة في بطولة كأسة الامم الافريقية المقرر لها خلال فترة من 17 وحتى 27 يناير المقبل في القاهرة المنتخب هيخود ثلاث مباريات في بطولة الدوري الذهبي المواجهة الاولى هتكون امام هولندا يوم 4 يناير والمواجهة الثانية هتكون امام الدنمارك يوم 5 يناير ثم المواجهة الثالثة امام النرويج يوم 7 يناير منتخب حيرجع للقاهرة يوم 8 يناير ان شاء الله عشان يخود بروفا والدي اخيرة امام منتخب الكونغو يوم 12 يناير ثم المشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية ومباراة الافتتاح هتكون امام منتخب غينيا يوم 17 يناير منتخب حاليا بيخود تدريباته على الصالة الرئيسية في استاذ القاهرة بمشاركة 21 لاعب طبعا هم مين بقى؟ كريم هنداوي في حراسة المرمى محمد علي ومحمد أسام الطيار وعبد الرحمن حميد ده في مركز حراسة المرمى في مركز الجناح الايصر احمد يشام سيسا مازن رضا بلال مسعود في مركز ايضا الظهير الايصر علي زين عبد الرحمن فيصل وهشام صلاح صانع العاب احمد خيري يحيى الدرع سيف الدرع احمد سامح بلوق طبعا المراكز ظهير الايمن في مركز ظهير الايمن يحيى خالد مهاب سعيد محسن رمضان في مركز ايضا الظهير الايمن او اللي سعفا في الجناح الايمن محمد سند واكرم يسري في مركز الدرع ابراهيم المصري محمد ممدوح هاشم احمد عادل خالد وليد دول 23 لعب هيتم تصفيتهم ل 18 لعب قبل السفر للدنمارك مباشرة وهيخوض المنتخب منافسات بطولة افريقيا ب18 لعب هيتم اختيار 16 منهم قبل كل مباراة وهيكون فيه اتنين احتياطي طبعا منتخب كرة اليد منتخب مصر كرة اليد المطولة اللي جاية امم افريقيا هي الاهم اهمياتها من حيث اولا بطولة على ارضك وانت سحب اللقب ففي رحل الدفاع عن اللقب اللي فات ثانيا التأهل من هذه البطولة مباشرة الى اولمبياد باريس لو حصلنا على اللقب ان شاء الله نحصل عليه رابعا تجريب العناصر الجديدة اللي طبعا ضمها اخوان كارلوس باستور سواء عن عناصر الجديدة في المراكز المختلفة تاني حاجة رفع او تالت حاجة رفع رصيد مصر من الحصول على البطولة الافريقية لان طبعا ضمارة صنف الارقام يعني احنا عايزين طبعا بتكون احنا رقم واحد وهو ده اللي احنا بنتمناه تاني حاجة او رابع حاجة المنافسة او تأكيد يعني ان مصر الان منتخب مصر كورت الياد الان هو سيد افريقيا ده حق مشروع وإلى الان بالعناصر وبالورا والقلم وبالمنطق منتخبنا هو سيد افريقيا بمحترفينه ولعبي المحليين ايضا وطبعا زي ما حضركم عارفين اخر لقبين بتوعنا المنافس التقليدي ليك هو تونس خدت اللقب منه البطولة اللي فات على ارضه وخدت اللقب منه او اكسبته في دولة اربعة هنا في مصر مواجهة منتخب تونس بالمنطق و بالحسابات ايضا هتكون في دولة اربعة في البطولة اللي جاية دي ان شاء الله من الفوز من اللقب لا يغادر الاراضي المصرية ويبقى اللقب افريقيا على ارض مصر ان شاء الله والتأهل لأولمبياد باريس